من علو لعلو الارتقى بين أصحاب قلوب الأتقية في صعود للمعالم الهمم قد وصلنا للتميز انقية من علو لعلو الارتقى بين أصحاب قلوب الأتقية في صعود للمعالم الهمم قد وصلنا للتميز انقية الله الرحمن الرحيم أحباب الطلاب أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع مهارة جديدة من مهارات اللغة العربية يقدمها لكم الأستاذ إبراهيم رشاد معلم الدعم الإضافي بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين فهيا بنا نتعلم مهارة جديدة أحبابي الطلاب مهارة اليوم مهارة مهمة جدا تؤهلك لمعرفة الكراءة والكتابة السليمة لكلمات اللغة العربية فهيا نتعرف عليها حركة الفتح ما هي حركة الفتح؟ وكيف ننطق الحرف بحركة الفتح؟ هذا ما سنعرفه في مهارة اليوم فهيا بنا أحباب الطلاب مهارة اليوم هي حركة الفتح حركة الفتح ما هي حركة الفتح؟ وكيف ننطقها؟ حركة الفتح نفتح فيها الفم عند النطق بالحرف الحروف الأبجدية أو الهجائية ننطقها بحركة الفتح كي نستطيع أن نتعلم القراءة السليمة الصحيحة للكلمات والجمل فعلينا أن نعرف مهارة مهمة جدا ألا وهي حركة الفتح نفتح الفم عند النطق بالحرف فهذا هو حرف الألف حرف الألف كيف ننطقه بحركة الفتح؟ ألف فتحة آ فتحنا الفم با فتحة با فتحنا الفم تا فتحة تا ثا فتحة ثا أ با تا ثا حركة الفتح نفتح الفم عند النطق بالحرف وهي شرطة فوق الحرف شرطة فوق الحرف هي حركة الفتح ونفتح فيها الفم عند نطق أي حرف هيا بنا نبدأ أولا نطق الحروف الهجائية بحركة الفتح كيف ننطق الحروف الهجائية بحركة الفتح؟ تعلم معي وردد خلفي كيف تتعلم؟ لا عليك بالترديد الترديد خلف المعلم يعلمك نطق الكلمات بسهولة فهيا نبدأ بسم الله ألف فتحة آ با فتحة با تا فتحة تا ثا فتحة ثا جيم فتحة جا حا فتحة حا خا فتحة خا دال فتحة دا ذال فتحة ذا را فتحة را ركز معي وتعلم أننا نفتح الفم عند النطق بحركة الفتح زاي فتحة زا سين فتحة سا أحسنت تردد خلفي كأني أسمعه شين فتحة شا رائع صاد فتحة سا ضاد فتحة ضا طا فتحة طا ضا فتحة ظا عين فتحة عا غين فتحة غا فا فتحة فا قاف فتحة قا كاف فتحة كا لام فتحة لا رائع ميم فتحة ما نون فتحة نا ها فتحة ها واو فتحة وا يا فتحة يا ورددهم جميعا بحركة الفتح الآن أنت تسمع صوت الحرف بحركة الفتح أ ب ت ث ج ح خ أحسنت أنت تردد خلفي د ممتاز ذ رائع ر ز س ش ص ض ط ض ع غ ف ق ك لا ما نا ه و يا أنت تراعي أنني أقرأ الحرف بحركة الفتح حركة قصيرة كي نفرق فيما بعد بين الحركة القصيرة الفتح والحركة الطويلة المد بالألف هناك فرق بين حركة الفتح حركة قصيرة أ وبا أما المد بالألف با وسوف ندرسها فيما بعد بإذن الله عز وجل ثانيا ثانيا يا أحباب هنا كلمات بها حركة الفتح هيا بنا نتعلم نطق الكلمات الآتية الكلمة مكونة من حروف والحروف مشكلة بحركة قصيرة هي حركة الفتح فهيا بنا نقرأ سويا أنا أقرأ وأنت تردد خلفي كي تتعلم وأعلم أنك تردد خلفي فهيا بنا بسم الله الكلمة الأولى الكلمة الأولى أقطعها أتعلم أن أقطع الكلمة إلى مقاطع قصيرة إلى حروف كتب الكلمة الثانية جَلَسَ جَلَسَ أنتظر حتى تقرأها اقرأها نعم أحسنت جَلَسَ جَلَسَ الكلمة الثالثة أنتظر حتى تقرأها اقرأها تهجأ رائع أَمَرَ أَمَرَ تاز جزاك الله خيرا أنت تقرأ بطريقة سليمة الكلمة الرابعة بَعَثَ 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 أحسنت بارك الله فيك الكلمة الخامسة سَجَدَ سجد بحركة الفتح الكلمة السادسة رَكَعَ رَكَعَ الكلمة السابعة اقرأها هيا بنا أقرأ أنا كلمة وأنت تقرأ كلمة ها بارك الله فيك ها با طا أحسنت الكلمة الثامنة والأخيرة طا حانا طحن أردد أنا الكلمات أقرأها وأنت ترددها خلفي كتب كتب جلس أمر بَعَثَ سجد رَكَعَ هَبَطَ طَحَنَ بارك الله فيك هيا بنا نتابع نطق كلمات بها حركة الفتح رددنا في الشريحة السابقة كلمات وتعلمناها فهيا نزود المعرفة بكلمات أخرى بسم الله الكلمة الأولى ذَهَبَ ذَهَبَ كما علمتك تقطع الكلمة إلى حروف تستطيع قرأتها بسهولة الكلمات الثلاثية ذَهَبَ ذَهَبَ الكلمة الثانية نَاصَارَ نَصَرَ أحسنت الكلمة الثانية نَاصَارَ نَصَرَ الكلمة الثالثة وَعَظَ وَعَظَ الكلمة الرابعة أتركها لك هيا بنا هيا قرأها بنفسك جرب بارك الله فيك أحسنت ظَهَرَ ذَهَرَ الكلمة الخامسة فَحَصَ الكلمة السادسة خَطَبَ الكلمة السابعة خَشَعَ خَشَعَ الكلمة الثامنة هَضَمَ هَضَمَ أقرأهم كلهم وأنت تردد خلفي ذَهَبَ نَصَرَ وَعَظَ ذَهَرَ فَحَصَ خَطَبَ خَشَعَ هَضَمَ بارك الله فيك وجزاك الله خير الآن جاء وقت التدريب هيا بنا بسم الله هيا بنا نتعلم تحليل الكلمات الآتية إلى حروف بحركة الفتحة مهارة التحليل يا أحباب مهارة مهمة جدا حلل الكلمة الثلاثية المشكلة بحركة الفتحة أو الضم أو الكسر إلى ثلاثة حروف تستطيع بذلك أن تقرأ الكلمة بسهولة فهيا نتعلم هيا بنا هيا بنا بسم الله الكلمة ربما تراها من أول نظرة أنها صعبة ولكنها ليست صعبة هي سهلة كيف نحلل هذه الكلمة كيف جرب رائع أحسنت ما ناحا تحليلها ما ناحا منحا طريقة سهلة جدا لمعرفة قراءة الكلمة تعلمنا حركة الفتح فالآن نتدرب على تحليل الكلمة إلى حروف الكلمة الثانية نظرة كيف تحللها ها هيا بنا هيا بنا سأساعدك سأساعدك استعم بالله ناحا ضا رائع را نظرا بارك الله فيك وجزاك الله أحسنت بساطة بساطة رائع الكلمة الثانية قانا قنع بارك الله فيك الكلمة الثالثة نبضى نبضى الكلمة الثالية وضع وضع رائع لماس بارك الله فيك حسد كلما قطعت الكلمة كلما قرأتها بساطة أقول لكم جزاكم الله خيرا على استماعكم وانتباهكم ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر